وصلت معكم إلى صفحة 375 من الجزء الثاني من تفسير العياش إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان وأنا أقرأ عليكم من الحديث التاسع والسبعين الذي بدأ في صفحة 367 هذا هو آخر الحديث ثم انصرف راجعا في الظلمة الحديث عن ذي القرنين والسفرة سفرة فضائية وهذا التعبير بهذا العنوان الظلم تعبير حقيقي ينطبق على واقع التكوين من حولنا وهذا أمر ثابت علميا في زماننا فإن الذين يخرجون من مدار الأرض يدخلون في ظلمة الكون خارج الأرض ظلام في ظلام هناك ظلمة وأجهزة رصد الفضاء التليسكوبات العملاقة التي هي على الأرض وحتى التليسكوبات السابحة في الفضاء هناك تليسكوبات سابحة في الفضاء ومنذ زمن ليس قريبا منذ الثمانينات وهناك تليسكوبات سابحة في الفضاء ترصد ما ترصد وتنقل عبر أجهزتها الناقلة المرسلة إلى أجهزة الاستلام الأرض تنقل ما تصوره وما ترصده إلى هذه اللحظة بحسب ما هو معروف ومنشور ومثبت ومثبت فإن الظلمة تنتشر في كل مكان الرواية هذه تحدثنا عن ظلمة الكون ولكن ذا القرنين وصل إلى مكان لا ظلمة فيه وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة السابقة ومر ذا القرنين إلى أن تقول الرواية فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ مر هذا الكلام علينا لقد تجاوز ذو القرنين الظلمة حتى وصل إلى مكان مضيء مضيء لكنه يضيء بطاقة إضاءة تختلف عن طاقة الإضاءة التي كانت في الأجرام المضيئة في كل تلك المساحة الواسعة من الكون التي اصطلح عليها في الرواية الظلمة في هذا الكون الوسيع الفسيح الذي يمتد امتدادا هائلا فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة هذه الأيام والليالي بأي حساب بحساب الأرض أم بحساب البقاع التي كانوا فيها في السماء ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور لقد وصل إلى مكان في هذا الكون الفسيح يختلف بالكامل عن كون مجرتنا والمجرات التي تليها ربما يقول قائل هذه خرافات هذه روايات ضعيفة بحسب منهج حوزة الطوسي فهذه الروايات مرسلة ليس لها من أسانيد فهي ضعيفة قد يقول قائل بهذا القول أنا لا أريد أن أناقش مثل هذه الترهات لكنه بالإمكان أن يقول قائل ذلك لماذا الحديث عن الظلمة وعن ظلمة واسعة ممتدة كيف علم ذو القرنين بذلك وكيف حدثنا أمير المؤمنين بكل تلك التفاصيل إذا ما اصطبرتم علي إلى آخر الحلقة فإنني سأرغمكم على قبول هذه الحقائق سأرغمكم سأرغمكم بمنطق العقل سأرغمكم بحقيقة الإنصاف العلمي سأرغمكم بهذا الأسلوب اصطبروا علي إلى آخر الحلقة مع أن الرواية طويلة وتجتمل على الكثير من الحقائق والعجائب لكن لضيق الوقت فإنني اقتصرت على بعض لقطاتها وإلا لو أنني قرأت الرواية بكاملها وشرحتها بكل ما جاء فيها لكان في كل ذلك تأييد للمضامين للمضامين حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وأشرت إليها قبل قليل على أي حال فإن الرواية أخبرتنا من أن ذا القرنين في رحلته الفضائية هذه تجاوز الظلمة إلى هذه اللحظة فإن كل ما رصده العلم الحديث رصد ظلمة ممتدة في هذا الكون الفسيحي الواسع أعود إلى صفحة ثلاثمية وخمسة وسبعين سأأخذ هذه اللقطة وبعد ذلك سأنقلكم إلى جهة أخرى من جهات الحديث ثم انصرف راجعا في الظلمة ذو القرنين فبين هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم هل هي خيل ولكن هذه الخيل قد زودت بطاقة خاصة تتناسب مع هذه الرحلة أم أن الحديث عن وسائل عبر عنها بالخيل مراعاة للمتلقين فهذه مفردات تتناسب مع عصر الحديث مع عصر هذا الكلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث الذين يحدثهم قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ثم انصرف راجعا ذو القرنين في الظلمة فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة الخشخشة صوت يصدر في بعض الأحيان من ملامسة شيء ناعم جدا وفي بعض الأحيان من ملامسة شيء يابس جدا مر علينا في وصف الأرض الحمراء التي وصل إليها ذو القرنين فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة فركة إنها لينة جدا ناعمة جدا أقرب لكم الصورة بمثال حسي طحين الذرة طحين الذرة الناعم جدا بدرجة زيرو بدرجة صفر طحين الذرة مادة النشأ التي تستعمل في صناعة المعجنات والحلويات هو هذا طحين الذرة طحين الذرة هو مادة النشأ التي تستعمل في صناعة المعجنات والحلويات إنها مادة مطحونة ناعمة جدا خذوا مقدارا منها وحركوها بين أصابعكم سيصدر صوت الصوت صوت خشخشة بسبب نعومة المادة وفي بعض الأحيان تكون الخشخشة بسبب يبوسة المادة فما مر من خشخشة في تلك الرملة والأرض الحمراء لأنها رملة فركة فهي ناعمة ناعمة جدا وهنا فإن المكان الذي كانوا يسيرون فيه كان متيبسا متصلبا إنها أحجار كريمة إنها جواهر ولا آلي قطعا بحسب تلك البقاع التي كانوا فيها في السماء فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم تحت السنابك تحت الحوافر فقالوا أيها الملك ما هذا فهو صاحب العلم وهو الذي يملك تفاصيل خارطة الطريق فقالوا أيها الملك ما هذا فقال خذوا منه خذوا من هذا الذي صدرت هذه الخشخشة منه خذوا من هذه المادة خذوا منه فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم فأخذ بعض وترك بعض إذا كانت القضية متساوية البعض أخذ والبعض لم يأخذ فأخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجة فندم الآخذ والتارك ندم ندم التارك لماذا لم يأخذ من الزبرجة والآخذ ندم لماذا لم يأخذ أكثر مما أخذ إنها إنها صورة عن واقع الدنيا وصورة عن واقع طبيعة التملك عند أبناء الدنيا فهؤلاء هم أبناء الدنيا على حالهم على حالهم الدنيوي أكانوا في الأرض أم كانوا في السماء ما هي هذه السماء الدنيا القوانين القوانين هي القوانين والحالات النفسية هي هي وهم في جيش ملك يريد أن يبسط سلطته وملكه على بقاع الأرض وما يستطيع أن يتسلط بقدرته وبالأسباب التي منحت إليه أن يتسلط على ما يتسلط عليه من بقاع السماء الحديث عن السماء الدنيا وعن زينتها عن المجرات وعن الأجرام السماوية الهائلة عن كوننا الدنيوي السماوي الفسيحي الواسع فقالوا أيها الملك ما هذا حينما سمعوا الخشخشة تحت السنابك فقال خذوا منه فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم فأخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد الزبرجد إن كان الحديث عن زبرجد الأرض يقال له الزبرجد ويقال له أيضا الزبردج يلفظ بهذا اللفظ ويلفظ بهذا اللفظ يقال زبرجد ويقال زبردج هناك تقديم وتأخير في حروف الكلمة ما بين الزبرجد والزبردج إنه نوع من أنواع الزمرد الزمرد حجر كريم يستخرج من مناجم الجبال هو أخضر مشبع بالخضرة أعني الزمرد براق لماع أتحدث عن زمرد الأرض يستحب التختم به وحدثتنا الروايات عن أنه ينفي الفقر أما المتخصصون بالأحجار يتحدثون عنه كثيرا الزبرجد هو زمرد أزرق نوع من أنواع الزمرد الحديث عن الزبرجد هنا عن مادة ثمينة الكلام ليس عن الأرض ما ذكرته لكم عن الزمرد وعن الزبرجد والزبردج وهو حجر كريم بلون أزرق زرقته لامعة براقة وهو حجر يكون صافيا يستعمله الناس في دفع الأحزان والهموم يقولون من أنه مجلب للفرح إذا ما حمله الإنسان معه في خاتم في قلادة في جيبه إذا ما كان موجودا معلقا في البيوت إلى غير ذلك يقولون من أنه يطرد الأحزان والهموم ويجلب الفرح يجلب الفرح والسرور هكذا يقولون لا شأن لي بهذه التفاصيل هذا هو زبرجد الأرض نحن نتحدث عن سفر في السماء عن رحلة في الفضاء فالزبرجد هنا مادة ثمينة فلما فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد فندم الآخذ والتارك ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل إنها منطقة إنها منطقة في الشام في بلاد الشام وتحديدا في سوريا باتجاه السعودية باتجاه جزيرة العرب ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله فلم يزل بها حتى قبضه الله إليه لل رواية بقية لكنني أكتفي بهذا الذي عرضته بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة نذهب إلى فاصل